السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي اخواني اخواتي فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم مطبخان الحناني كنتمنى الله هدو الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنحضره مع بعض طاجين مغربي بامتياج كي يجي رائع والديد بزف فخليكم معي اخواني اخواتي باش تعرفوا على المكونات وطريقة دي التحضير هنا عندي طاجين دي الفخر وضعت فيه كمية دي الزيت الزيتون وهنا ضفت بصلة كبيرة مشلدة بهات شكل هدا او مقطعة بهات شكل هدا وهنا غادي نوضع الطاجين فوق النار استعنت بها القاعدة دي باش ما كيت ترتقش الطاجين من طبعة الحال على النار ليكا تكون متوسطة او مهيلة هنا اخذت اينا وضعت فيه قطع دي الحم ممكن تستعملوا حتى الدجاج فاكي بقا لكم الاختيار هنا ضفت جو سنينفات دي التوما محكوكين معلقة كبيرة ديال الربع مفروم رقيق جوج ورق ديال سيدنا موسى او ريقات ديال الرند وهنا غادي نضيف توابيل عندي هنا الملح الكوركم او الخرقوم هنا عندي الابزار وغادي نضيف سكنجبير فهدو هما التوابيل اللي غادي نستعمل فالبغي تضيفوا توابيل اخرى كيبقا لكم الاختيار هنا غادي نضيف قليل من الماء غير باش منزج هالتوابيل هدو ونرقد هالطريفات ديال الحم واحد المدة بماء دبالة البصلة فالعندكم الوقت يعني شرملو هاد لحمات هادو وخليوهم مدد يلساعة لبغيتو تقعد لبغيتو تحضرو الطاجين ديالكم فهنا من بعد ماء دبالة البصلة كنحاولو يعني نقلبو فيها هكذا نحركوها مرة مرة ومن بعد كان نوضع هاد القيطاع ديال الحم كيف ما كتلاحظو معايا بهاد شكل هادا كنضيف القليل من هاد شرمو له هادي اللي بقات وكنخليه منها باش نشرمل الخضر من بعد كان نضيف بصلة اخرى مشالضة بنفس يعني شكل يعني شرائح طويلة او ممكن تفرموها بشكل دقيق اللي بغيتو فكن نغطيه على الطواجين وكنخليه اي طيب على النار اللي قتكون مهيلة هادو هما التوابل اللي تبقاوا غادي نشرمل فيهم الخضر كيف ما قلت لكم سابقا هنا عندي كورجيت او قرع الخضراء فحاولت انني نقيها ونقطح بها تشكل هادا يعني خديت انا هنا حبة كبيرة اللي قسمتها في النصف كلها النصف قسمته على الاربعة وحاولت نقشرها غير من الوسط باش تعطيني هاد شكيه الجميل فكنحاول ندوزها في هادتوابل مزيان مزيان ومن بعد كان نستفوها فوق اللحم به هاد شكل هادا فكيف ما قلت لكم يعني كنحاولوا ما امكان يعني نشرملوها مزيان هكذا باش كي يجيونا حتى الخضر الداد وكي يجيو بنا شاربين التوابل او لا شاربين هكذا العطرية صافية من بعد مما استفت هديك القرعاء هنا عندي البطاطة الصغورة كيف ما كتلاحظه اخذت واحد الكيمياء دي البطاطة الصغورة اللي قسمتها غير في النصف فصدقوني هاد البطاطة الصغورة كتجي في طاجين روعة وحتى القطع ديولها يعني كي يساعدونا اننا نستفوهم هكذا بطاجين عكس البطاطة الكبيرة كنقطعوها بشكل طالي فيعني كتبقى هكذا يعني كتزلق لنا وما كيجيش مستفزوين فهاد البطاطة الصغورة كيف ما استفتوها كيبقى شكل ديالها يعني كتبقى محافظة على شكل ديالها يعني كيجي الطاجين مستف بطريقة اللي هي رائع جدا فمن بعد مما شرمت البطاطة واستفتها وفي الاخير غضي نضيف جلبانة جلبانة مع البطاطة القرعة كتجي غزالة غزالة سواء مع الجيش او اللمع لحم المهم انتم معيش مضغيتوا تديروها فرا كتجي روعة المهم انا شركت معكم الطواجين ديالي صراحة جلديد بزاف فكنتمنى تجربوه بناس طريقة من بعد ما دلت جلبانة كيف ما كتلاحظوه من فوق فرا هي كتتحطوه من فوق فهي كتتاخد يعني المكان ديالها كتدخل في دوك الفراغات ومن بعد كيف ما لحتو معايا هذيك الشرمولة اللي بقات او للتواب اللي تبقوا كنضيفوهم من فوق بعدوك الوريقات ديال سيدنا موسى وهنا ضفت واحد الفلف لحارة كتبقى اختيرية فلي ما كيعجبوش لحارة ما يضيفهاش من بعد كنضيفو زيت الزيتون من فوق يعني فوق الخضر بهذا الشكل هذا ومن بعد غضي نضيف واحد شرائح او لقطع ديال الحمض مصير حتى هما كيعطيو مدق زوين للطاجين صافي وغادي نسدعلي ونخليهي طيب مدة ديال ساعة حتى لساعة وربع او لساعة ونص على حسب شو ولو على حسب طاجين يعني كيفاش دير واش كيطيب ضغية ولا كيكون تقيل بزاف المهم انتو ما على حسب دكشي اللي عندكم هنا من بعد مطاب طاجين فكان الشكل ديالو هو هدا يعني هدا هو الشكل نهائي من بعد مطاب كيجي رائع كيجي لديد بزاف مدق ديالو هائل كتبقى ديك الامريقة عاقدة يعني كامريقة خاترة كيف ما كتلاحظوا معايا كتحاولوا يعني تنشفوه طبيعة الحرة ما درت فيه لما لولو من غير ديك ديك سميتو ديك شرمولة اللي بقات فيها واحد شوية الماء فقط فكتنقصو عليه وكتخلي واحد الخضرة كتطلق الماء ديالها صافي كان هدا هو الشكل ديالو النهائي فكانت منه يكون القصد يحسنكم واحد الهنا اخواني اخواتي غدين متعاكم نقول لكم سلام عليكم الى فيديو قديمة وصفة جديدة ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحبه